اليوم حاصدمكم مثل ما انا انصدمت بشي عايش بعيوننا ونحن ما بنعرف عنه شي لانه اساسا ما بيبين بالعين المجردة بس قبل ما نبدأ بتمنى ما تنسوا تدعموني بلايك والاشتراك واذا كنت بتحب تتابع الالعاب تدعمني على قناتي الجايمينج اللي بتلاقي رابطه بتعليق الاول مثبت عث الرموش او عث ديمو ديكس وبيجي نوعين عث ديمو ديكس الجريبي و عث ديمو ديكس الصغير وهذا العث بيكون صغير كتير وبعيش على الرموش وبصيلات الشعر والغدد الدهنية والدراسات اثبتت انه هذا العث موجود عند اغلب البشر بكميات قليلة وهو بتغذى على الدهون والزيوت والخلايا الميتة والمخاط ولانه بتغذى على هالشغلات فالاشخاص يلي بشرتهم دهنية اكتر عرضة ليصابوا بتراكم هذا العث وكمان انهم بدون ازالة المكياج ومستحضرات التجميل بزيد من تعداد هذا العث وهو حرفيا ما بتحرق غير لما الشخص ينام ويصير يأكل الجلد الميت والدهون يلي على الوش يعني سبحان الله وجوده بكميات قليلة ما بيضر بالعكس بيفيد الانسان كتبولي تحت بالتعليقات اذا كنتم بتعرفوا بوجود هذا العث من قبل